اشتركوا في القناة وما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل في كتاب ربنا جل جلاله ذكر الله عز وجل الأنبياء وذكر قصص الأنبياء وأخذ هذا الذكر للأنبياء والرسل ومرتبط بهم من قصص أخذ حيزا وافرا من آيات القرآن العظيم تجاوز ربع القرآن هو قصص وقصص الأنبياء إذا تأملنا كتاب ربنا جل جلاله فإننا نجد في قصص الأنبياء فوائد عظيمة ونجد عبرة كبيرة في قصص الأنبياء وتبني للإنسان المؤمن تصوره عن هذا الدين عن الإسلام في خط الزمن الضارب في هذه الحياة الدنيا فلذلك الذي يتأمل في ذكر الأنبياء في القرآن فإنه أول ما يجد وأول ما يقف عليه من العبرة والفائدة وتأصيل البناء أنه يجد فيها العلم بالله جل جلاله بكمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال عدله جل جلاله حينما يجد أن الله عز وجل ما ترك أمة من الأمم إلا وبعث فيها رسولا ويجد الإنسان كمال رحمة الله جل جلاله حيث أن هذا الإنسان ينحرف عن طريق الحق ويترك الصراط المستقيم فمن رحمة الله عز وجل أن يبعث الأنبياء والرسل مذكرين ومبينين للإنسان طريق الانحراف الذي أدخل نفسه فيه وكيف يكون الخروج وأن هذه الرحمة الربانية بهذا المخلوق المكرم كانت مع الإنسان الأول الذي نزل من السماء إلى هذه الأرض آدم عليه السلام وزوجه حواء كيف أن البداية في أمر التعليم والتوجيه كانت من قبل الوحي فوحي السماء هو الأسبق إلى تعليم هذا الإنسان وإلى إصلاح حركته في هذه الأرض فالوحي أسبق من أي تعليم من البشر ومن أي مناهج وضعت من البشر للبشر فوحي الله أسبق وأيضا تعرفك قصص الأنبياء بأن القضية الأولى والأهم والأساس بالنسبة للإنسان في وجوده الدنيوي هي قضية الإيمان بالله جل جلاله وقضية الاستسلام لله سبحانه وتعالى بدين الإسلام فالمتأمل يجد هذا الأمر واضحا في قصص الأنبياء وذكر الأنبياء ويأخذ عدل الرب جل جلاله من الوقوف على هذه الفائدة العظيمة حيث أن التكليف للبشرية كلها واحد وهو أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا وأيضا يجد المتأمل مع قصص الأنبياء أن الأنبياء دينهم واحد والرابط بينهم بالنسبة للدين واحد فلذلك يكون هذا المؤمن ولاؤه للأنبياء تصديقا وإيمانا وعلما راسخا أن الأنبياء كلهم جاءوا برسالة واحدة وبأمر رئيس واحد هو أعبد الله ما لكم من إله غيره ثم يجد هذا الإنسان المؤمن الذي آمن بدعوة 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 النبي الخاتم لهذا الإسلام هذا الدين الذي قضيته الأم أعبد الله ما لكم من إله غيره فيدرك أن له في تاريخ الزمن من ينتمي إليهم من الأخيار إنهم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم ويجد الإنسان من خلال قصص الأنبياء يجد ويتلمس سنة الله التي يحاسب عليها العباد في الدنيا قبل الآخرة ويقف على التفسير التأريخ الحق لما حدث على ظهر الأرض من قبل الإنسان وأن القضية تدور مع إيمان بالرسل والأنبياء أو كفر بالرسل والأنبياء وأن معاملة الله جل جلاله للعبيد على قدر موقفهم من دعوة الأنبياء والرسل وأنه هذا هو الأمر والأصل الذي نفسر به التاريخ تاريخ هذا الإنسان ونجد أيضا في قصص الأنبياء الإجابة على الأسئلة الوجودية الكبرى قضية الخلق قضية الحياة قضية من أين جاء هذا الإنسان وإلى أين يذهب هذا الإنسان قضية الغيب قضية اليوم الآخر فإن الإنسان عندما يقف مع قصص الأنبياء يجد في قصصهم إجابة عن تلك الأسئلة وعن تلك القضايا وأن الجميع يشير إليها فالجميع يذكر باليوم الآخر وهو البعث بعد الموت والجميع يذكر بقضية الخالقية وأن الله جل جلاله هو خالق هذا الكون وهو خالق هذا الإنسان وأنه لا خالق إلا الله وقضية الحساب والجزاء وأن الأمر قائم على ما سعى هذا الإنسان في دنياه وقضية الأنبياء هذه القضية العظيمة تبين لنا أن من أراد الأمان فليسر على طريق الأنبياء وتبين لنا بكل وضوح أن من فارق الطريق الأنبياء فهو إلى بوار وخسار تبين لنا بكل وضوح أن من دعى إلى طريق الأنبياء فهو المتبع لهديهم وأن من دعى إلى غير طريق الأنبياء فهو مخالف لطريقهم ولا يستحق ذاك الانتماء الشريف إليهم ويدرك الإنسان أن القدوات لهذا لهذا الإنسان الذين ارتضاهم الله جل جلاله هم الأنبياء هم الأنبياء والرسل وأن ما جاءوا به هو هو الأعلى وهو الأكمل وهو الأرض عند الله عز وجل فمتى ما سار الإنسان على هديهم وطريقهم فإنه هو المهتدي ومن خالفهم فهو الضال ولذلك قضية الأنبياء قضية حية والعبرة منها باقية وإلا لو كانت العبرة منها منتهية لما ذكر الله عز وجل قصص الأنبياء في كتابه ولما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب عظة وعبرة وتعليم فلو كانت تلك العبر قد انتهت بوفاتهم لما ملئ بذكر قصصهم الكتاب الخاتم حتى أخذ القصص القرآني ما يقارب ثمانية أجزاء من كتاب الله عز وجل فلذلك ليست قصص الأنبياء هي قصة تروى وينتهي الأمر بل هي عبرة وعظة بل هي عبرة وعظة وهكذا تعامل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ كتاب ربه ويقف مع قصص من سبقه من إخوانه من الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم جميعا فإذا هذه القضية أقول هي محل تأمل وتدبر عظيم وبين أيدينا قصة آخر أنبياء بني إسرائيل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هذا النبي الكريم الذي هو أحد أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه تذكر قصته هنا كما تكرر ذكرها في أكثر من سورة من كتاب ربنا جل جلاله فذكرت في سورة مريم وجعلت سورة في القرآن باسم أمه عليها السلام المنسوب إليها وذكر في سورة الأنبياء وذكر في الممتحنة وغيرها من آيات القرآن الكريم والآية التي بين أيدينا من قصة هذا النبي الكريم في سورة آل عمران وقد عرفنا ذكر هذه القصة في هذه السورة ما سببه وتبين لنا من قصة وفد نصارى نجران ومجادلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فيما هم عليه من المعتقد الفاسد الباطل المخالف لمعتقد عيسى عليه السلام عندما قالوا أنه ابن الله وعندما قالت فئة منهم أنه هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فرأينا فرأينا خلال ما مضى من هذه اللقاءات كيف كان إراد ذكر قصة المسيح عيسى بن مريم في كتاب الله وفي سورة آل عمران كيف كان التدرج بتلك المعارف والحقائق الربانية مع ذاك الوفد القادم إلى النبي صلى الله عليه وسلم علّه أن يكون في ذلك ميلا لقلوبهم إلى الحق والإيمان بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام وإرجاعا لهم عن باطلهم الذي اعتقدوه في عيسى عليه الصلاة والسلام فوقفنا عند قول الله عز وجل إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وكان الوقوف في وسط هذه الآية عند ذكر اسم هذا النبي الكريم المسيح عيسى بن مريم وأدركنا أن اسم هذا النبي الكريم الذي يعرف به ويتميز ممن سواه هو مجموع هذه الثلاث الكلمات المسيح عيسى بن مريم المسيح عيسى بن مريم وأن هذه الكلمات الثلاث تضمنت اسما ولقبا وكنية أما الاسم فهو عيسى وأما اللقب فهو المسيح وأما الكنية فهو بن مريم وهذا ما وقفنا عليه في درسنا الماضي والكلمات التي سبقت هذا الاسم في هذه الآية الكريمة وقفنا معها في درسنا الماضي ورأينا ربطا بين هذه الآية وما قبلها كيف أن البشارة لمريم عليه السلام من ربها جل جلاله تدرجت بها من قضية الاصطفاء والتطهير والاصطفاء على نساء العالمين ثم موقف الشكر الذي أمرت به عليه السلام في مقابل ذاك الاصطفاء والشكر في مقابل العطايا الربانية وخصوصا العطايا فيما يتعلق بالدين والإيمان والطهر والنقاء وتلك عطايا عظيمة جليلة فتقابل بالتوجيه الرباني وهو القنوط والسجود والركوع لله عز وجل فيقول الله عز وجل هنا بعد أن عرف بهذا المولود بهذا الغلام ويعرف في هذه البشارة أمه التي سيأخذها الدهش وهي تسمع هذه البشارة هي بشارة عظيمة وكبيرة وجليلة ولكنها إذا ما تأملناها وحال الصديقة عليه السلام فإن تلك البشارة في قال بابتلاء وامتحان تبشر بولد من غير زوج تبشر بولد من غير أب وهي المرأة التي عرفت عند بني إسرائيل في زمنها بأنها نسيج وحده في العبادة وفي خدمة المعبد وأنها نسيج وحده في العفاف وأنها نسيج وحده في الانتماء إلى بيت الطهر وبيت النبوة فلذلك عندما تأتي تلك البشارة في هذا الإطار إطار الابتلاء والامتحان فهنا تكون الوقف مهمة جدا لإدراك شيء من حكمة الحكيم جل جلاله إن حكمة هذه الحياة الدنيا بهذا النظام الذي تسير عليه هي حكمة الابتلاء حكمة الامتحان كما قال الله عز وجل في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل فها هي الصديقة عليها السلام تأتيها تلك البشارة العظيمة لكنها في إطار هذا الابتلاء إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين فيذكر الله عز وجل للصديقة مريم عليها السلام وصف هذا المولود المبشر به بعد أن عرف باسمه ووقفنا مع كلمة المسيح وكلمة ابن مريم في النسبة إلى أمه لا إلى أب ولماذا ذكرت هنا وهذا ما مضى الكلام عنه في الدرس الماضي أما الآن وفي لقائنا فقول الله عز وجل وجيها في الدنيا والآخرة وجيها أي ذو وجاهة ذو جاه فله وجاه وهو ذو جاه وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين فالوصف بالوجاهة في الدنيا والوصف بالوجاهة في الآخرة ومن المقربين والوجيه بمعنى كما قلت ذو جاه وقدر وشرف وقيل أي رفيع المكان والمعنى قريب ومنهم من قال هو المحب المقبول وهذه كثيرا ما تكون أيضا بسبب الوجاهة وخصوصا عندما تكون الوجاهة وجاهة كمال أخلاق وكمال خلق وتعامل وكمال عبادة وقنوت فإن تلك الوجاهة المبنية على مثل هذه الأمور فإن من نتائجها أنها تحقق لهذا الوجيه تحقق لهذا الوجيه بهذه الأوصاف تحقق له حبا وقبولا عند الناس وخصوصا إذا كان من حوله من أهل الإسلام وهنا أيضا قصص الأنبياء تعني تاريخ الطهر تعني تاريخ التقى والصلاح لا تاريخ الفساد والفسق والفجور لا تاريخ الانحلال عن الأخلاق وعن القيم وعن المعتقدات وعن العبادة بل تاريخ الأنبياء هو ارتباط بهذه القضايا وأنهم دعوتهم إنما هي إصلاح ما هو ضد هذه الأمور إصلاح الكفر والشرك إصلاح الأخلاق الفاسدة إصلاح الانحلال إصلاح التخلي عن عبادة الله هذا جهد الأنبياء وهذا دورهم مع أقوامهم فالوصف هنا للمسيح عيسى عليه السلام بأنه يخبر الله عز وجل بأنه سيكون وجيها في الدنيا وجيها في الآخرة من المقربين فعرفنا فعرفنا الوجاهة وأنها الشرف والوجيه هو الشريف ذو الجاه رفيع القدر والمكانة وجيها في الدنيا بماذا ستكون وجاهة المسيح عيسى بن مريم في الدنيا نظر العلماء إلى ما ذكر الله جل جلاله إلى ما ذكر الله جل جلاله في كتابه عن عيسى عليه السلام وعطاياه له في الدنيا ليصلوا إلى المراد بالوجاهة في الدنيا التي يخبر الله عز وجل أنها ستكون للمسيح عيسى بن مريم عليه السلام فمن العلماء من رأى أن أعظم تلك العطايا وأرفع تلك المنح الربانية التي ستدخله في بوابة الوجاهة من أوسع أبوابها هي النبوة والرسالة فقالوا وجاهته في الدنيا بما آتاه الله عز وجل من النبوة والرسالة ومنهم من قال وجاهته بطاعته لربه عز وجل وقيامه بهذا الأمر بدون قصور ولا فتور وأنه عرف بذلك عليه السلام وبتقواه وإيمانه الصادق لربه عز وجل ومنهم ومنهم من قال بما أجر الله عليه من المعجزات وهي إحياء الموتى إحياء الموتى وإشفاء المرضى فما أجراه الله على يديه من هذه الآيات المبهرة المعجزة قالوا هي وجاهته في الدنيا ومنهم من قال في المحب المقبول محبوب المقبول قالوا وجاهته في الدنيا أنه كان كريما لا يرد وجهه أي إذا طلب لا يرد وإذا شفع لأحد لا ترد شفاعة فإذا هذه أربعة أقوال ذكرها العلماء وعند التأمل لا نجد منها شيئا يعارض ما ذكر أنه وجيه في الدنيا فالنبوة طريق وجاه وطاعته لربه كذلك والمعجز التي أجراها الله على يديه كذلك وما عامله به أهل الإيمان والإسلام فهو كذلك وجيها في الدنيا إذن هذا الوصف هنا بعد أن أخبرت مريم عليها السلام وكأن الإخبار جاء في صيغة مترابط للقول بعضها مع بعض حتى أن التعقيب من الصديقة عليها السلام إنما كان بعد أن سمعت تلك البشارة كاملة فكأنها وردت في سياق واحد بحيث أنها لم تستطع أن تقف مع ذاك الكلام العظيم أنها تبشر بولد من غير أب ومن غير سبب فإذن بمعنى أن البشارة جاءت في سياق متصل وأيضاً لتعطي الدلالة أن الأمر جازم حتم منتهي وأنه أمر الله الذي لا راد لأمره وقضاؤه الذي لا راد لقضائه وأيضاً في هذه الأوصاف من التسكين لنفسها وهي تسمع هذه البشارة التي كما قلت بشارة في إطار الابتلاء وجيهاً في الدنيا والآخرة أي كذلك هو وجيه في الآخرة كما أنه وجيه في الدنيا وأما وجهته في الآخرة فنعود إلى ما أشرت إليه في موقف العلماء مع وجهته في الدنيا والرجوع إلى آيات القرآن واستخراج ما يعطي الدلالة على المراد بوجهته في الآخرة فمن العلماء من قال وجهته في الآخرة أنه في علية المرسلين فهو من المرسلين والرسل فهم في أعلى المقامات عند الله وهو من أولي العزم منهم أي من صفوة الصفوة وخيرة الخيرة فالأنبياء صفوة البشر وخيرة البشر وصفوتهم أولي العزم من الرسل والمسيح عيسى بن مريم واحد منهم إذن وجهته في الآخرة أنه في علية المرسلين فهو واحد من أولي العزم من الرسل ومن العلماء من قال بشفاعته فإن الأنبياء يشفعون بعد أن يأذن الله عز وجل لهم ولمن يرضى الله عز وجل أن يشفعوا له فيشفعون فمن العلماء من قال بشفاعته ومنهم من قال بعلو درجته وكما قلت فيما قبلها مع الأقوال التي ذكرت في وجهته في الدنيا فنقول أيضا المذكور هنا لا يتنافى ولا يضاد الوجاهة في الآخرة وإن نظرنا نجد أن النص يؤيده فلا مانع أن تكون هذه المعاني كلها داخلة تحت وجاهة الآخرة تحت وجاهة الآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ومن المقربين المقربين هنا هل المقربين نسبة إلى الدنيا أو إلى الآخرة يعني من المقربين في الدنيا أو من المقربين في الآخرة أو من المقربين فيهما إذا نظرنا وتأملنا فإن استخدام لفظة المقربين غالبا ما تطلق على الآخرة وأن يكون ذلك في الآخرة كما قال الله عز وجل والملائكة المقربون وكما قال الله عز وجل فأما إذا كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فالآية أفادت ومن المقربين أن هناك ثم مقربين وأن منهم عيسى عليه السلام فهو واحد من هؤلاء المقربين طيب ما المراد بالمقربين فمن قال أن المقربين في الدنيا والآخرة فيقول المقربين في الدنيا أي المقربين من الناس المقربين من الناس بالقبول فالناس تألفهم وتحبهم وتودهم وتستأنس بالجلوس معهم والتواصل فإذا قالوا من المقربين في الدنيا فإنما هو من الناس القبول منهم والحب وأما من قال في الآخرة فقالوا من المقربين إلى ثواب الله وكرامته ومنهم من قال من المقربين حصل له ذلك برفعه إلى السماء وصحبته الملائكة إذن المقربين باعتبار الحال التي حصلت له وهو أن الله عز وجل رفعه أن الله عز وجل رفعه وذلك لما أراد بن إسرائيل قتله وصلبه اليهود فرفعه الله إليه كما أخبر الله في كتابه فإذا من المقربين في الدنيا وهذا قول للعلماء وفي الآخرة وهذا القول الأشهر وأن المقصود بالمقربين إذا كان المراد في الآخرة فهو من المقربين إلى ثواب الله وكرامته أو من المقربين أن الله رفعه إلى السماء وصحبته الملائكة أو من المقربين أنها درجة عالية في الجنة ثم فئة من صفوة الخلق يكونون فيها وأن منهم عيسى عليه الصلاة والسلام إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس في المهد هل المولود والمهد المقصود به مضجع الطفل الرضيع المولود حديثا وهل المولود في هذه المرحلة يتكلم ويتحدث وفي الإخبار لمريم عليه السلام أن المسيح عيسى عليه السلام أنه سيكلم الناس وهو في المهد وفي هذا تطمين وفي هذا إزالة شيء من أثر ذاك الإطار لهذه البشارة وهو إطار الابتلاء والامتحان أنها ستلد مولودا من غير أب ولا سبب من غير زوج ولا سبب من غير زوج ولا سبب فإذن يخبرها بأنه ستكون له معجزة وهو في تلك المرحلة لكن الصديق عليه السلام لهول هذا الأمر وإدراكها لأبعاده ومن حولها من الناس أنها وهي كما قلت تلك المرأة العفيفة العابدة التي تخدم في المعبد من أسرة النبي من أسرة النبوة وأنها تلد وتخرج للناس بمولودها الذي تأتي به من غير زوج ولا سبب كيف ستلاقي وتقابل الناس فلذلك هنا نجد أن هذا الإخبار العظيم والآية المعجزة وهي قول الله ويكلم الناس في المهدي فإنها لم تقف مع هذه الكلمة كما سنرى وإنما انتقلت إلى القضية الأم وهي أنها كيف وأن ستلد وليس لها زوج ولم يمسسها بشر لا زوج ولا بغاء فالله عز وجل يقول ويكلم الناس في المهدي يكلم الناس يتحدث معهم والناس هنا جمع دون تحديد دون تحديد لعطيها البشار أيضا ويكمل بأن ذاك الحديث الذي سيكون آية له ومعجز له سيكون للناس وليس لفئة محددة بحيث أن هذه الآية سيشاهدها ويدركها ويراها من في زمنه من بني إسرائيل ويكلم الناس في المهدي فإذن المهد قلنا هو مضجع الصبي وقيل المهد حجر أمه لكن الأصل في المهدي هو مضجع الصبي طيب سبب التكلم في المهد لعل القول الأظهر هنا والأقوى والمناسب للمكان ويكلم الناس في المهدي أن هذا الأمر سيكون تنزيها لأمه تنزيها لتنزيه أمه مما سيكون من فئة من اليهود في اتهامها في اتهامها فيكون في تكليمه للناس وهو في المهد سبب لتنزيه أمه مما سترمى به وتقذف به ومن العلماء من قال بل ليكون معجزة له لتصديق نبوته لتصديق نبوته ويكلم الناس في المهدي إذن عرفنا هذا الجزء من هذه الآية بعد البشارة بالمولود ووصفه يخبر الله عز وجل أنه سيجري عليه معجزة سيكون فيها الرد على من يفتأت عليها ويتعدى على عرضها بالقول فسيكون فسيكون في هذه المعجزة رد وإسكات إلا من يتكلم بالباطل ولا يقبل الحق فسيستمر في قذفه ويكون ذلك وبالا عليه كما جاء الإخبار عن الله جل جلاله في من وقفوا من مريم عليه السلام هذا الموكف بالافتراء وسماه الله عز وجل بهتانا بهتانا عظيما وأنه من البهتان من الكذب والافتراء فإذا في قوله يكلم الناس إخبار بهذه المعجزة حتى تتلقى الصديقة البشارة على أنها بشارة فعلا ويكلم الناس في المهد وكهلا إذا كان الكلام في المهد معجزة معجزة طيب الكلام في مرحلة الكهولة كيف سيكون معجزة وما قبل الكهولة مرحلة الصبا والشباب أليس سيتكلم هل سيتكلم فقط في مرحلة المهد ثم لا يتكلم إلى أن يصل إلى كهل لا طيب أدركنا أن الكلام في الصبا معجزة فكيف سيكون كلامه في مرحلة الكهولة معجزة أو آية أو يعني مدام أنه سيتكلم في مرحلة ما بين المهد وما بين الكهولة فما هي العبرة من ذكر مرحلة الكهولة والكهل الكهل كما يذكر العلماء الذين ذكروا المراحل التي يمر بها الإنسان قالوا الكهولة هي مرحلة بعد مرحلة بعد حال الغلام ودون حال الشيخ يعني إذن هي مرحلة قبل مرحلة الشيخوخ الكهولة والإنسان يتكلم كما قلت في قبل مرحلة الكهولة لكن لماذا نص على الكهولة أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة من اللطيف فيها قالوا أن كلامه وهو في مرحلة المهدي إلى أن يصل إلى مرحلة الكهولة هو واحد لا يضاد بعضه بعضا ومتسق لا يناقض بعضه بعضا أن كلامه من مرحلة المهدي إلى مرحلة الكهولة متسق لا يناقض بعضه بعضا ومن العلماء من أشار إلى قضية لطيفة قال عيسى عليه السلام رفع إلى السماء قالوا وكان رفعه وهو في سن الشباب قبل الكهولة ففي قول الله عز وجل ويكلم الناس في المهد وكهلا أي سيكلمهم في حال المهد وكذلك سيكلمهم بعد أن ينزل من السماء بعد رفعه يعود إلى الأرض وينزله الله عز وجل ويكلم الناس كهلا فقالوا إذن هنا ذكر الكهولة للإخبار عما سيكون من نزول عيسى عليه السلام وأن في ذلك إشارة إلى هذا الأمر وأنه بعد أن ينزل سيحدث الناس ويكلم الناس ويذكر الناس ويدعو الناس ويكون مع المسلمين ضد من كفر من أهل الكتاب وضد المسيح الدجال فيكون مع المسلمين فإذن قوله وكهلا فمن العلماء من أشار إلى هذه القضية وهي قضية نزوله بعد الرفع حيث أنه رفع في سن الشباب وأنه سينزل ويبقى مع هذه الأمة الخاتمة أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيكون معهم في آخر الزمان ويحدث هم فلذلك قالوا انتقل من الحديث في مرحلة المهدي إلى الكهولة إشارة إلى المرحلتين التي سيحدث فيها الناس وهي مرحلة ما قبل الرفع من الدنيا ومرحلة ما بعد النزول إلى الدنيا بعد الرفع منها وكهلا ومن الصالحين ومن الصالحين فهو من عباد الله الصالحين وفي قوله من الصالحين منهم أي أن الصلاح محيط به محيط به إلى آخر عمره ما قبل رفعه وما بعد النزول بعد الرفع سيكون من هذه الفئة في امتداد عمره كل من الصالحين من الصالحين في كل ما يفعل ففعله فعل صلاح ففعله فعل صلاح ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين ولذلك كما جاء في سورة مريم مريم الصديق استجابت لأمر ربها وسلمت لخبره وتعاملت معه باليقين وأين مصداق ذلك مصداقه في سورة مريم فعندما جاءت به إلى قومها وهو في يدها استنكروا ذلك الأمر وسألوها ما هذا فذكر الله عز وجل في سورة مريم قال فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا هذا لا يمكن أن الصبي في المهدي بعد ولادتي أن يتكلم لا يتكلم ولا يجيب فهي أشارت إليه لأن الله قال في بشارته لها ويكلم الناس في المهدي وصدق الله والله وفى وهو أوفى أوفى ومن أوفى بعهده من الله ومن أصدق من الله قيل من لم يمتلئ قلبه بالثقة بالله كيف يكون صادقا في إيمانه إن إن قصص إن قصص الأنبياء تعليم إن قصص الأنبياء عبرة وعظة إن في قصص الأنبياء هداية ورشاد في قصص الأنبياء كيف يتربى المؤمن على الإيمان كيف يتلقى خبر السماء كيف يكون ثقته بربه عز وجل الله يقول لها ويكلم الناس في المهد وهي عندما تسأل عنه تشير إليه ولا تتلفظ بكلمة ولا تتلفظ بكلمة والله جل جلاله القادر على كل شيء أوف الأوفياء بوعده سبحانه وتعالى وإذا بالمولود يتكلم وإذا بالرضيع ينطق ويجيب ويجيب إجابة بليغة مسكتة يجيب إجابة تخبر عن كمال قدرة الله تخبر عن إيمانه تخبر عن العطية العظيمة التي أعطاه الله إياها وهي النبوة تخبر عن البركة التي جعله الله عز وجل يتقلب فيها تخبر عن موقفه مع العبادة تخبر عن موقفه مع والدته تخبر عن إيمانه بالغيب ويوم البعث تخبر عن لجئه إلى الله ويطلب من فضله لا غنى للعبد عن فضل ربه لا غنى ولذلك المؤمن لا يقف أن يطلب ربه وأن يدعو ربه فهو يعلم أن الله غني وأن الله جل جلاله رزاق وأنه سبحانه وتعالى معطي وأنه مجيب فلذلك يأتي في سورة مريم هذه الإجابة من عيسى عليه السلام لقومه عندما حدثهم وهو في المهد ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين فعرفنا لماذا خص ذكر الكهولة هنا مع أن الإنسان يتحدث من قبلها فعندما سمعت مريم البشارة التي جاءتها بها الملائكة وخصوصا إن الله يبشرك بكلمة بمولود فماذا كان موقفها قال الله عز وجل حاكيا موقف الصديق مريم عليه السلام سيدة نساء العالمين مريم البتول العفيفة أمام تلك البشارة قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قالت ربي من الذي نقل البشارة الملائكة لكن قضيتها مع الله مع الرب جل جلاله الذي بشر هو الرب والذي قادر على أن يخرجها من هذا البلاء هو الرب ونرى هنا في هذه الإضافة التي تعني استشعار الحاجة إلى الله فما قالت يا رب بل قالت ربي ربي أنت ربي أنت الذي رزقتني في بداية عمرها أنت الذي أكرمتها بكفالة زكريا أنت الذي أكرمتها بأن تكون على هذه الحال من العبادة قالت ربي ربي والإنسان في شدة الحاجة يلجأ إلى ربه ويناجي ربه ويكون بهذا النداء ربي لا غنى لي عنك فأنت ربي ربي لأنه لا رب لي سواك فلذلك هذه يعني الإضافة كم فيها حقيقة من المعنى والإنسان يستشعر ذلك الموقف من الصديقة مريم عليه السلام قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسس ني بشر أنا يكون لي ولد أن هنا للتعجب وكيل أيضا للإنكار وأنه تستبعد ذلك الأمر لا أن الله عز وجل لا يقدر عليه ولكن هذا السؤال الذي ينشأ عن تعجب منها ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم يمسسني فهي تنفي عن نفسها إلى تنفي عن نفسها أن يكون مسها بشر بزوج أو ببغاء كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة مريم ولم أكو بغية إذن لم يمسسها بشر لا بزواج ولا بغيره بسفاح فهي المبرأة المطهرة العفيفة قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر إذن التعجب التعجب من ذلك الأمر وتناجي ربها بهذه الصياغة التي تعبر عن تعجبها عن تعجبها قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر والبشر هنا بالعموم بالعموم بمعنى أنه بكل أصناء يعني من كل أنواع البشر والمقصود بالمساس هنا الوطء الذي يكون منه الولد فهي تنفي عن نفسها هذا الأمر وتقوله بهذا الجزم واليقينية وهي تعلم أن الله عز وجل يعلم أنه لم يمسها بشر لكن الله اصطفاها على نساء العالمين بهذا الأمر ليكون هذا الأمر على طريقة لم تكن لامرأة قبلها ولن تكون لامرأة بعدها هذا الاصطفاء على نساء العالمين للصديقة مريم عليه السلام للصديقة التي أخبر الله عز وجل بأنها أحصنت فرجها ومن يخبر الله عنها بهذا الوصف ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الله برأها والله طهرها والله اصطفاها والله بشرها والله أعطاها والله رفع قدرها ودرجتها والله يخبر بذلك كله في القرآن العظيم إذن ما هو موقف المؤمن من هذه المرأة ليس إلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويخبر عن مكانتها بين النساء العالمين وأن سيدة نساء أهل الجنة نكمل في درسنا القادم بمشيئة الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر